تستعد الهيئة الوطنية للتنصيق الاستخباري لاجتماع موسع برئاسة مستشار الأمن القومي قسم الأعرجي بحضور الأجهزة الاستخبارية والأمنية والمعنيين بالملف وخبراء مختصين في العلوم التي لها علاقة بالمخدرات والجريمة الاجتماعية للخروج بتوصيات عملية ترفع للقائد العام القوة المسلحة ويظهر هذا التوجه مقدار القلق الذي باتت تشكله المخدرات وعلاقتها المباشرة بتفشي الجريمة المنظمة في مختلف مناطق العراق والحاجة إلى إجراءات ردع قانونية فاعلة حيث تلتقي التقديرات المحلية والدولية عن وصول المخدرات إلى الخط الأحمر في تهديدها لاستقرار المجتمع العراقي وتحول الكثير من المناطق إلى سوق استهلاك وممر آمن للتهريف في وسط وجنوب البلاد ما أدى إلى مشاكل اجتماعية بنسب غير مسبوقة داخل البلاد ترجمة نانسي قنقر